أكد خبراء مصرفيون أن المصارف التابعة للجهات السياسية هي وراء أزمة الدولار في العراق وأوضحوا أن هناك مصارف عديدة في العراق تابعة للجهات وشخصيات سياسية متنفدة وهي من يتسبب بأزمة الدولار في العراق فهي تعمل على الحوالات السوداء وبعض التحركات المصرفية غير القانونية لافتين إلى أن الحماية السياسية لبعض تلك المصارف سبب بعدم محاسبتها من قبل الجهات العراقية المختصة وأن العقوبة الأمريكية تفرض عليها لمنع سوء استخدام الدولار وأضفوا أن استمرار عمل تلك المصارف خارج المعايير الدولية يعني فرض عقوبة أمريكية جديدة على مصارف جديدة والبنك المركزي العراقي خلال المرحلة المقبلة